اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الحمدى عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثمما بعد احبة في الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد هناك دلالات وعلامات بيّنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من يحبهم رب العباد ومن يبغضهم يقول اذا احب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه فيحبه جبريل وينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة السماء يا ملائكة الارض ان ربكم يحب عبده فلان وانا احبه فاحبوه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الارض يا الله الا علامات دلالة محبة الله للعبد ان يحبه الناس مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فاثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله قالوا وجبت لصاحبكم الجنة فقالوا كيف قال الا تعلمون ان الخلق ان السنة الخلق علام الحق انتم شهداء الله في الارض فاذا لما يجمع الناس على محبة انسان سبحان الله ولذلك الله من كرمه اذا احب الله عبدا حماه الدنيا حماه من الايه من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه الطعام حتى يشفه يعني احنا بنكون عندنا طفل ممنوع من اكل كذا وكذا عشان عنده حالة مرضية معينة ليس هذا كراهية لهذا الطفل احنا نحبه فالله ولله المثل الاهل لما يحب عبده فلان يمنع عنه ايه يعني سبحان الله العظيم يمنع عنه الدنيا كما يمنع صاحب الطعام ايه او صاحب والد الطفل طفله من الطعام ليس كراهية له وانما محبة له ان اشد الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل حتى قال علي في قضية الصبر على البلاء سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري واصبر حتى يأذن الله في امري واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر هذا من كلام يعني علي سلال البيت النبوة في هذا الامر سبحان الله العظيم فالانسان المسلم الصادق لما يشتد الابتداء عليه يعلم ان الله يحبه ولما رب العباد يحب العبد يعطيه دلالات اول دلالة ان يفتح له ابواب الطاعات حتى وان لم يصل نحوها ويغلق في وجه ابواب المعاصي حتى وان سار نحوها وايقظه دائما من غفلاته فتجد دائما موصول بالله تجد كمان يرزقه بصديق صالح ان رآه غافلا ذكره وان رآه ذاكرا اعانا وتجد سبحان الله العظيم ان هذا الانسان الذي يرزقه يرزق هذا الانسان به سبحان الله اول ما يراه تذكره بالله رؤيته ويدل على الله حاله ويزيد في علمه منطقه سبحان الله كل هذه الاشياء الطيبة رب العباد سبحانه وتعالى دلائد محبة الله عز وجل يجد العبد نفسه لذى في العبادة يريد ان يمسك المصحف لا يتركه يريد ان يذهب الى درس العلم لا يريد ان يصلي وراء المصائق وراء الامام لا يريد ان ينتهي يحبب ايه سماع كلام الله عز وجل اي سماع تاني يأنف منه الله عز وجل يعني يسر له امر الطاعة يقض بالليل الناس نيمة هو يستيقض ليصلي لله يجد له اعمال خير عجيب يقول له اسرة فلان مثلا تحتاج كاذا هو ربنا يصل له هذا المبلغ ويعطيه فرب العباد اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه فيحبه جبريل بالله عليك رئيس الملائكة يحبه فيأمر الملائكة ان تحبه وهذا حب بالامر لان الملائكة يفعلون ما يؤمرون لا علاقة لهم بالتفكير وعرض المسألة على العقل لا هم يفعلون ما يؤمرون لما ربنا يمرهم بشيء يأتمروا به سبحان الله يا ملائكة السماء الملائكة احب عبدا ان الله يحب عبدا وفرانا واني احبه فاحبه فيحبه الملائكة ثم يضع له القبول فرانا تتكلمة منه طيبة تهدي ناس تيتفعل منه حسن يجعل الناس سبحان الله العظيم وعدين يعني دائما اذا ذكر يعني بالله عليكم من منا رأى ابا هريرة لا احد لكن لما نسلع كلمة ابو هريرة عبدالرحمل بن ابي صخر الدوسي رضي الله عنه كلنا يحبه ليه لان الله يحبه لما نقول ابو بكر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه عمار رضي الله عنه عبدالله بن سعود رضي الله بلال بن رباح رضي الله عنه دعاء ملايين الملايين تدعون لهذا ليه لان الله رضي عنهم ولان الله احبهم فجعل لهم هذه الذكرة الطيبة لمنذكر الانبياء عليهم السلام لمنذكر الصالحين سبحان الله ابو حنيفة شوف مات سنة كام 150 هجرية في القرن الثاني ورغم ذلك ماذا نقول يقول ابو حنيفة الله ابو حنيفة قال قال لا ذا هو الناس موتى واهل العلم احياء لانه بصلاحه وبتقواه رب العباد جعل ذكره ايه على السنة النار فنستدعو له وتذكره وتقول يقول ابو حنيفة مش قاله لكن احنا ممكن نقول ايه قال الرئيس فلان اللي جئي سنة 1950 قال وانتهى ومات والرئيس الاسبق والوزير الاسبق لكن ما فيش ابو حنيفة الاسبق ولا ابن تيمية سابقا ليه لان ابن تيمية ما زال يعيش بكلامه بيننا هذه الصدقة الجاري وهذا العلم النافع ليه لان الله احبه الصحابة كلهم رضا الله عليهم كل الصحابة يذكروا بالخير التابعين رضي الله عنه لا نعرف صفاتهم بله عليك ربما لا نعرف الا الصحابة الكبار المذكورين كثيرا ان ابو وكر كان قصيرا وغزير الشعر وكان عمر طويلا اصلع وكان بلال اسود اللون وكان عبد ابن الصامت كثير السواد ولكن كان طويلا مهيبا دخل على المقاوكس فذعر منه سبحان الله هذه الصفات ربما لكن بقيت الصحابة ما شكلهم لكن نحبهم لماذا لان الله يحبهم لماذا لان الله وضع لهم القبول في الارض فلما تجد ان الناس تأنف منك او تتقيك اتقاء لشرك او تحتنمك اتقاء لشرك او تحتنمك عشان الكرسي اللي انت جلس عليه طب اذا ول الكرسي ول الاحترام اذا مات الكرسي مات الاحترام اذا تبخر الكرسي تبخر الحب لا انا مش حايز الشيء الموصول بالشيء لا انا عشي انت موصول بالله عز وجل فلما توصل بالله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس وهي ارقى المراقل ان تحب في الله مر رجل امامهم قال هذا الرجل يحبني قال وما ادراك يا ابن عباس قال لاني احبه سبحانه المحبة بين الاخوة مع بعضها سبحانه الله المسلم الصادق يحب اخاه يمكن ما يعرفش اسمه تجد كده يا سبحانه الله ولذلك تجد اهم شيء في المحبة المحبة التي تتم عن طريق مجالس العلم والصلاوات الخمس في صلاة الصبح قلبك يهفو الى واحد معين كان عمر يقول اين اخي معاذ هانا يا امير المؤمنين يقول والله ذكرتك بالليل فاحشتني فبكيت فيلتزم معاذا عمر ويلتزم معاذ عمر رضي الله عنه ويبكي كلاهما محبة من سبحانه الله اذا التقى المسلمان فتصافح تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشات اذا نظر الاخو الى اخيه نظرة حب ومحبة وحنو يعني سبحان الله نظر الله اليه نظرهما نظر الله اليه نظرة لن يعذبه يوم القيامة اما الذين ينظرون الى الناس كبرياء وازدراء وتحقير وتصغير الا تدري من انا الا تدري ابن من انا الا تدري من تكلم انت يا اخي ولا تكلم من يعني اكلم ابن التراب انت من من انت لا انا ولا انت كلنا لادم وادم من تراب لا فضل لعربين على اعجمين ولا ابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح فان الله عز وجل اذا احب عبدا نادى جبريل فاحبه جبريل ونادى جبريل الملائكة فاحبته الملائكة ثم يضع له القبول في الارض قبول العمل وقبول الفعل وقبول الشخص يعني قبول القول قول لما يخرج كلمة طيبة كده سبحان الله العظيم وبعدين الفعل نفسه يتحول الى ايه الى عمل صالح العمل الصالح يثمر شيئا كبيرا سبحان الله فانا اريد ان اقول ان الانسان واجب عليه ان يبحث عن محبته لله كيف هي محبتك لله ان تسارع الى مرضاته ان تسارع الى التوبة من الذنب ان تسارع الى اخراج زكاة المال ان تسارع الى تزوج البكر اذا جاء من ترضى خلقه ودينه ان تيسر على الناس ان تيسر على المعصر ان تقرض الناس ان تزكي ان تتصدق ان تتصدق بالكلمة الطيبة وبالبسمة الطيبة وبالنظرة الطيبة وبالعمل الطيب عندئذ نكون فهلا ممن يحبهم رب العباد سبحانه وتعالى ووضع لهم القبول في الأرض يعني بالله عليكم هل ترك لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم شيء لنجتهد فيه ايبدا والله احنا بس نجتهد في العمل نجتهد في الفعل وهذه أمور وجمع للإنسان أن يصنعها حتى يأمن مجتمعنا لن يأمن مجتمع الإسلام وللمجتمع العالمي إلا بعودتنا إلى المنابع الأولى منابع الكتاب والسنة والعالم كله ينتظر من المسلمين الكثير وما قدم المسلمون إلى اليوم شيئا يذكر نصرة دينهم وإعلاء رايته اللهم إني أسألك في هذه الأيام العظيمة وفي هذه اللحظات الطيبة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين ومن أراد بالإسلام سوء فاردد الله ومسوه إليه وجع تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم أعن ولا تعن علينا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لا تنسون من صلح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين